الذكرى الثانية لتحرير مديرية بيحان الثلاث من ميليشيا الحوثية الانقلابية أقامه التوجيه المعنوي بالمحافظة وبحضور رسميا من السلطة المحلية وموثل التحالف العربي بالمحافظة وعددا من القيادات العسكرية والأمنية فبعد ثلاث سنوات من احتلال ميليشيا الحوثي لمديرية بيحان وعسيلان وعين التي عاثت فيها بسلاح الدولة التي استولت عليه وبدعوى خرافة الحق الإلهي في استعباد الشعب استطاعت قوات الجيش الوطني وبمسندة فاعلة من التحالف العربي بقيادة السعودية في معركة فاصلة اجتمعت فيها الحنكة وحسن إدارة المعركة تحرير كامل تراب هذه المديريات من الميليشيا الانقلابية مثلما تحررت مديريات بيحان والتي هي اليوم تنعم بالأمن والسكينة فإننا في محور بيحان بقيادة اللواء الركن مفرحة بحيبة حقائد محور بيحان نواصل بكل ثبات وهمة وبمعنويات عالية التقدم في يبهات ناطع وفضحة بمحافظة البيضة ونقدم الشهيد تلو الشهيد مع تحقيق الانتصارات المتلاحقة في عمليات التطهير والتحرير ورغم انتهاء المعركة مع ميليشيا الحوثي منذ عامين إلا أن المحاولات المتكررة لإسقاط شوى ما تزال مستمرة علاوة على معركة التنمية التي تحاول بعض القوى عرقلتها إلا أنه تم تجاوز تلك التحديات بفضل المخلصين من أبنائها ومع التحرير الكامل لجميع أراضي محافظة شبوة انتقلنا من معركة التحرير إلى معركة البناء وهي معركة معقدة في وضع صعب للقاية وكنا على يقين وإدراك كامل أن هذه المعركة لا يمكن الانتصار فيها إلا بأن تتوحد المواقف وتتآذر الأيدي ونسير معا في بناء محافظتنا بعيدا عن الخلافاتنا السياسية فشبوة لنا جميعا لا يمكن أن يقصى فيها أحد شبوة تتحطم على أسوارها جميع المؤامرات فأصبحت اليوم تبحر سفينتها بربانها الأوفياء متجاوزة كل الأمواج المتلاطمة لترسوا على شاطئ التحرر والاستقرار تحت راية اليمن الاتحادي حسن البريك لقناة سهيل من محافظة شبوة